اشتركوا في القناة ابدأ عادة في عرض هالكورس اقدم نبذة عن اعتماد هالشهادة شهادة السي بي سي او شهادة بطل المشاريع المعتمد هي شهادة معتمدة دوليا من خلال منظمة الائي اي سي مالك هالشهادة هي اكاديمية دولية ايضا معروفة باسم بروجيكت شامبيون اكاديمي راح يكون شريكنا في تقديم هالعمل باذن الله منصتنا منصة كل العرب رواق وان شاء الله راح نقدم فيها ما يرضيه وما يخدم الناس وما يخدم المهتمين في ادارة المشاريع الكورس يتضمن سبع اقسام القسم الاول والمقدمة القسم الثاني باذن الله راح يكون معنا اطار العمل او اطار عمل الستاندرد ثم بعد كذا راح يكون عندنا مرحلة البدء ثم مرحلة التخطيط بعد كذا مرحلة التنفيذ ومرحلة التحكم واخيرا مرحلة الاغلاب راح يكون مجموعة من الزملاء المتخصصين المعتمدين لتدريب على منهج السي بي سي في بداية اي دورة من دورات ادارة المشاريع او دورات السي بي سي على وجه الخصوص نلفت انتباه المتدربين الى انه ادارة المشاريع هي ليست معارف فقط هي معارف وفنون هذا امر الامر الثاني في ادارة المشاريع في ادارة المشاريع يوجد مدارس كثيرة فحنا نسعى في مدارس موجودة في اسيا في مدارس في اوروبا في امريكا مدارس واتجاهات مختلفة عادة تكون مرتبطة بطبيعة اعمال المناطق اللي انشئت او ولدت فيه تلك المنهجيات او تلك الاطر الخاصة بادارة المشاريع السي بي سي هو اطار عمل ومنهجية اطار عمل لانه يقدم العمليات اللي يعتمد فيها مدير المشروع في مختلف مراحل مشروعه ومنهجية لانه يقدم خطوات تطبيقية على ارض الواقع واحد اثنين ثلاثة يعتمد عليها برضو مدير المشروع في تطبيق هالمعارف او هالمنهجيات على مشروعه عندنا في منهجية او في اطار عمل السي بي سي نعتمد على دليل ويسمى البروجيكت مانجمنت ستاندرد قايد البروجيكت مانجمنت ستاندرد قايد هو دليل مجاني موجود على موقع الاكاديمية الدولية لابطال المشاريع يمكن للجميع انه يعمل له دوام لوت ايضا مؤخرا صدر لنا كتاب يشرح هالدليل ويقدمه باللغة العربية بحيث انه يكون متاح وممكن او يسهل الاخواننا الغير القادرين على الاطلاع على المحتوى الانجليزي انهم يطلعون عليه باللغة العربية قبل ما ندخل في تفاصيل سي بي سي لابد اننا نشير الى الاكاديمية مالكة الحق في هالشهادة اللي هي الاكاديمية اللي تسمى بروجيكت شامبيون اكاديمي بروجيكت شامبيون اكاديمي اختصارا تسمى بي سي اي هي عبارة عن مبادرة من مجموعة اشخاص تبنوا المعيار الدولي المعروف باعيزو تون فايف هندرد وقدموه بدل ما يكون معيار قدموه كمنهجية واطار عمل مضمم في مجموعة من التول والتكنيكس اللي تساعد مدير المشروع او تعزز من فرص نجاح المشروع اللي يستخدم او اللي يعتمد فيه على السي بي سي اكاديمية ابطال المشاريع عندها مجموعة من القيم اللي تعتبر اساس عملها واساس تعاونها واساس حتى منهجيتها واطار عملها اللي يقدم على ارض الواقع القيم هي خمس قيم الاولى الكليرتي الثاني الانتجيريشن الثالثة البروفيشن الرابع الادوبشن واخيرا الهونستي طيب القيم هذه تعتبر ميثاق شرف بين الاكاديمية واعضائها سواء كانوا من ابطال مشاريع او مدربي ابطال المشاريع لان اكاديمية ابطال المشاريع ما تقدم فقط شهادة بطل مشاريع معتمد هي تقدم ايضا مدرب ابطال المشاريع وطبعا هالتفاصيل هذي كلها موجودة في موقع الاكاديمية projectchampions.org في بداية تقديمنا اننا نتكلم عن تاريخ ادارة المشاريع ما بنقول من العصر الحجري لا بنقول الى 1996 لانه في 1996 صدر او كان اول صدور الدليل ادارة المشاريع الخاص بالمنظمة الدولية PMI وكان دليل يعتبر من الانجازات البشرية بتكامله بتفاصيله لكنه للأسف ذاك الدليل ما حظى بالاجماع اللي حظت فيه او اللي حظى فيه المعيار الدولي لادارة المشاريع ISO 21500 في 1997 صدر المعيار الخاص بنظام الجودة وفي عام الف عفوا الفين واثنين صدر المعيار او بدأت مراجعة المعيار الخاص بنظام الجودة المعروف بالآيزو 10006 في 2007 شكل الفريق الخاص بتطوير المعيار الدولي لادارة المشاريع او ما عرف لاحقا بآيزو 21500 في 2012 نجح الفريق انه يحصل على اجماع كافة الدول والمنظمات المشاركة في اعداده وتقريبا كان الاجماع او كانت الدول مجمعة ومتفقة على سلامتها المعيار وعلى انه فعلا يعكس افضل الممارسات من ارض الواقع كان هذا بتاريخ 2012 وكان ولادة المعيار المعروف بادارة المشاريع في 2015 كانت انطلاقة اكاديمية ابطال المشاريع PCA Project Champions Academy وفي 2016 نجح فريق العمل هالاكاديمية من خلال هالمبادرة النموذجية انه يقدم دليل ادارة مشاريع متكامل يقدم المعيار متكامل مع ادوات وتقنيات قابلة للتطبيق في ادارة المشاريع في 2020 باذن الله الاكاديمية تتطلع انه يكون عدد الحاصلين على شهادتها اكثر من 192 قبل ما ندخل في تفاصيل المراحل وقبل ما نتكلم في تفاصيل العمليات وقبل ما نسهب في اي شيء اخر لابد اننا نوضح للمشاهد الكريم انه ادارة المشاريع تعتمد بالدرجة الاولى على منهجيات وعلى اطر عمل منهجيات تسمى methodology واطر عمل تسمى framework منهجيات على سبيل المثال او نقدم ابرز المنهجيات اللي موجودة بالسوق prince 2 والمنهجية اذا ذكرنا انها منهجية فاننا نتكلم عن خطوات 1 2 3 4 خطوات تنفذ خطوات تفصيلية الامر يختلف اذا تكلمنا عن اطر عمل او framework فاننا نتكلم عن اطار عمل يوجه مدير المشروع لتنفيذ بعض العمليات المناسبة المشروع المتوافقة مع احتياجاته المتوافقة مع المعطيات على عرض الواقع اشهر اطار عمل بالعالم هو الـ PMP واشهر منهجية هي الـ Prince 2 لكن ما نذكر ولا مر علينا اننا سمعنا عن منتج يقدم يمثل اطار عمل ومنهجية في نفس الوقت اليوم منحسن حظنا جميعا اننا نقدم هالمنهجية من خلال شهادة الـ CBC او من خلال اكاديمية Project Champions اكاديمية فكرة مهمة جدا لابد اننا ناخذها بالاعتبار ما سبق سمعنا باجماع تام على منهجية ولا سبق قرأنا عن هالاجماع وما سبق سمعنا او قرأنا عن اجماع على اطار عمل نعم في منتجات عالمية لكن لحد الان ما حققت الاجماع اللي شاهدناه فعلا في المعيار الدولي المسمى ISO 21500 لذلك كان منطلقنا وكان اساس منتجنا هو المعيار الدولي في ادارة المشاريع ISO 21500 طيب قبل ما نفصل بالمعيار الدولي وقبل ما نتكلم عن الدليل لانه من ابتداء من القسم القادم من الكورس راح نتكلم عن الدليل فقط راح ننسى شيء اسمه المعيار الدولي لاننا اذا تكلمنا عن الدليل فحنا بشكل مباشر نشير الى ISO 21500 لكن ISO 21500 عزز بواسطة المبادرة اللي تبنتها ال Project Champions Academy بأدوات وتقنيات بالإضافة الى Methodologies تخدمه حتى يكون قابل للتطبيق طيب قدامنا ثلاث أعمدة العمود الأول يمثل المعيار الدولي العمود الدرساني يمثل دليل إدارة المشاريع أو دليل المعيار الدولي المقدم من خلال أكاديمية أبطال المشاريع والعمود الثالث اللي هو كتاب أو Project Management Body of Knowledge المقدم من PMI الآن راح نتكلم أو راح نجري بعض المقارنات البسيطة بين هالمخرجات أو بين هالمدخلات اللي إحنا نقدمها الأول كان الآيزو زي ما ذكرنا 21500 الآيزو 2500 الثاني Project Management Standard Guide من PCA الثالث Pembook من PMI إذا جينا وركزنا على مراحل المشروع أو حتى نكون مرتبطين بالمعيار بشكل صحيح إذا ركزنا على Process Group نلقى أن كل هالمنتجات الثلاثة كل هالأدلة الثلاثة تقدم لنا خمسة Process Group قبل التفصيل لا بدنا أيضا نقدم مقارنة بسيطة بين بعض الأدلة المرتبطة بإدارة المشاريع وبنختار بسيطة الـ ISO 2500 و PMSG المقدم من PCA اللي هو منهج دورتنا وبنختار أيضا البنبوك اللي هو دليل إدارة المشاريع المقدم من PMI إذا جينا نتكلم عن المعايير اللي بنعتمد عليها بالمقارنة فإحنا بنتكلم أولا عن Process Group أو عادة ما نشير له إلى أنه مراحل المشروع فال Process Group في كل هالأدلة الثلاثة عبارة على خمس مراحل بد تخطيط تنفيذ إلى آخر ونفس الكلام نفس العدد موجود لما يتعلق بالمجالات المعرفية في المجالات المعرفية اللي بتستخدم في إطار العمل أو في المنهجية هي عشرة في الآيزو 2-1-500 وفي وفي وال PMS PMS G وبالبنبوك بينما الأمر مختلف في عمليات إدارة المشارية فنلقى أن الآيزو يقدم لنا 39 عملية إدارة مشارية PCA من خلال منتجه PMS G أيضا راح يقدم لنا نفس العدد لأنه امتداد للمعيار والأمر راح يكون مختلف بالبنبوك لأن البنبوك بآخر إصدار له وإحنا نتكلم عن الإصدار الخامس حاليا يقدم لنا 47 عملية بالنسبة بالنسبة للتول والتكنيكس الآيزو 21500 ذكرنا أنها تقدم ستاندر ما تقدم منهجية ما تقدم إطار عمل متكامل مع تولز وتكنيكس لكن الأمر هذا اختفى بعد ما قاموا الأخوة والمتطوعين في أكاديمية أبطال المشاريع بتقديم هالمعيار متكامل مع أدوات وتقنيات فقدموه من خلال 136 أدات وتكنيكس أيضا نفس العدد موجود في إصدار PMI أو البنبوك ما يتعلق بالمخرجات فهي مضمنة في كل هالمنتجات الثلاثة أو في كل هالأدلة الثلاثة أما التوافق فالأمر في شيء من الاختلاف الملفت فالآيزو معروف أنه والتوافق فيه والإجماع دولي وكاسح الأمر انعكس على مخرجه وامتداده اللي يسمي بالPMSG اللي هو منهج دورتنا أنه فعلا ورث هالتكامل ورث هالتوافق ورث هالإجماع وأضيف له ودعم من خلال بعض المتخصصين في إدارة المشاريع الأمر مختلف تماما مع البنبوك لأن البنبوك معتمد بالدرجة الأولى على متطوعين أفراد يعملون على الدليل المعروف بالبنبوك PCA من خلال منتجها المعروف بدليل أو دليل إدارة المشاريع المعياري اعتمدت على أربعة بيلر البيلر الأول هي الأدوات البيلر الثاني هو الخطوات اللي يقوم فيها مدير المشروع البيلر الثالث هو عمليات إدارة المشاريع البروستيز والبيلر الرابع هي المدخلات والمخرجات نذكر بين قوسين أن التقنيات والتودولست طورت من خلال أو قدمت من خلال المتطوعين اللي عكفوا على تقديم هالأدوات وهالتقنيات ضمن دليل إدارة المشاريع الخاص بشهادة الـ CBC بينما المخرجات والمدخلات وعمليات إدارة المشاريع فهي أساسا تعكس أو هي امتداد للمعيار الدولي المعروف بالـ ISO 21500 إذن نذكر أو نوضح بداية المشروع كانت المعيار الدولي عزز من خلال أدوات وتقنيات تول وتكنيكس بحيث أنه يصير متكامل أكثر أو أكثر تكامل وقابل للتطبيق على أرض الواقع ثم بعد كذا أضيف له خطوات تطبيقية قابلة للتنفيذ مفيدة تعكس الحالة أو تتناسب مع مختلف الحالات اللي يمر فيها المشروع وش اللي تشكل بالأخير قدامنا تشكل قدامنا منظر جميل جدا يسر كل متخصص بإدارة المشاريع اللي هو دليل إدارة المشاريع المعيارية اللي هو أساسا كان الآيزو 21500 أضيف له أدوات وتقنيات ثم أضيف له أو عزز عليه خطوات قابلة للتطبيق تدعم المشروع وتساعد مدير المشروع أنه يحقق النجاح في مشروعه هالمنهج أو هالدليل جسد من خلال شهادة تسمى Certified Project Champion أخذت الاعتماد الدولي من خلال منظمة دولية معروفة معروفة باسم IIEC وكانت وثيقة الـ CBC الحصول على شهادة الـ CBC بالدرجة الأولى لا بد أن المهتم يحرص مباشر أو يتعامل مباشر مع الدليل الخاص بإدارة المشاريع المتاح في موقع أكاديمية أبطال المشاريع الدليل هذا متاح مجانا لكل الناس باللغة الإنجليزية الدليل هذا قدم مؤخرا من خلال منشور أو كتاب يباع في المكتبات في المنطقة العربية يعرضها الدليل لكن باللغة العربية الدليل هذا لا بد أن المدير المشروع أو لا بد أن المهتم بإدارة المشروع الراغب في الحصول على شهادة بطل المشاريع لا بد أنه يقرأه يفهم عملياته يستوعب تداخل العمليات يستوعب تقنياته ثم بعد كذا إذا كان جاهز يروح الموقع الأكاديمية البروجيكتشامبيونس دوت أورغ ويسجل أبليكيشن يطلب فيه الاختبار الاختبار عبارة عن 45 سؤال حتى يحصل المهتم والمتدرب على شهادة بطل المشاريع لا بد أنه ينجح أو يحقق إجابات صحيحة تتجاوز الستين بالمئة للخمسة واربعين سؤال خلال ثلاثين دقيقة وهنا التحدي أكاديمية أيضا ما تقدم لنا فقط شهادة بطل مشاريع تقدم لنا أيضا مدرب أبطال مشاريع وهذه لها طريقة مختلفة ويتم قبل الموافقة على طلب المتدرب أو المهتم يتم تدقيق سيرته الذاتية وقد يطلب منه ما يثبت بعض الخبرات من الأمور التي تعزز من مصداقية أكاديمية أبطال المشاريع أنها لا يمكن تتكلم أو تتدخل في ثقافات المجتمعات هي لها قيم والقيم محددة والقيم مقبولة في كل الأديان في كل الثقافات وفقط أما ما يتعلق بتفاصيل الثقافات بالاتجاهات البي سي اي من خلال شهادتها السي بي سي تنقى بنفسها بعيد عن كل هالتفاصيل هي تقدم أطر عمل ومنهجيات تستخدم في إدارة المشاريع ومنهجيات